نفس ما ذكره الكابتن محمود الخطيب قبل أربع سنوات في إطار البرنامج الانتخابي اللي كان داخل به الانتخابات السابقة في مجلس إدارة النادي الأهلي ضد المهندس محمود طاهر وقتها لم تحدث خطوات متقدمة فيما يخص الأستاذ فاستمر هذا الأمر في البرنامج القادم لأربع سنوات جديدة أعلن عنه الكابتن محمود الخطيب النهاردة انتظاراً لأن يتم إذن تخيبه في السنوات الأربع المقبلة النقطة الأخيرة اللي اتكلم فيها ركابتن محمود الخطيب وهي ماذا بعد اتكلم على أنه حتى الآن لم يمنح أي عضو من أعضاء المجلس اللي وجه لهم الشكر اسماً اسماً وجه عند محمد سراج السورة ما طلعتش فقال له يعني يا سراج لو أنت تعبني على طول حستها كده يعني حتى في السورة ما طلعتش دكتور محمد سراج الدين طبعاً عضو مجلس الإدارة المحترم جداً فوجه لهم الشكر وقال أنه لم يمنح أي حد وعداً بأنه سيكون معه في القائمة المقبلة وقاله نبداية من بكرة أخيراً سيبدأ في الحديث مع أعضاء القائمة علشان يعرفوا والحقيقة أن أعضاء المجلس حتى الآن الحاليين مفيش حد فيهم عارف موقفه بشكل واضح بنسبة 100% والحقيقة كمان أنه هم نفسهم مش عارفين مين اللي جاي ومين اللي مش جاي أو مين اللي هيكمل ومين اللي مش هيكمل والكابتين محمد الخطيب نفسه قال أنه في أسماء هتخرج لأنه في أسماء تانية من حقاً نية تاخد الدور ولجنة الحكماء في النادي الأهلي بترشح أسماء لأن أي حد من حقه يخدم النادي الأهلي بالطريقة اللي هو عايزها فيتقدم للانتخابات فتبقى الدمور مشية بشكل فيه توافق كامل حتى الآن ما نعلمه هو أنه في بعض الأسماء تبدو أقرب للخروج وإن كانت فيه محاولات ما بين وقت للتاني بتتغير لأن تقترب من البقاء أكتر من أنها تقترب من الرحيل مثلاً الدكتورة رانيا علواني اللي كان موجودة النهاردة كمان والدها الكابتن عمر علواني فيما وصف بأنه لقطة إيجابية تطرح تساؤلاتها الأخرى في أسماء زي الأستاذ محمد الدماطي اللي يحتمل أن يخرج من المجلس المقبل على أن يدخل بدلاً منه رجلاً من رجال الأعمال الأهلوية ومحتمل كمان الدكتور محمد شوقي يكون اللي هو رئيس اللجنة الطبية في النادي الأهلي يدخل فيه قائمة الكابتن محمود الخطيب المقبلة يبقى المنصب الأكثر اشتعالاً هو منصب نائب رئيس النادي الأهلي فيما يرى كل منهم أنه الأنسب بأن يكون الوريث الشرعي لمنصب النائب في عهد الكابتن محمود الخطيب اللي بيكون رئيساً للأهلي فتبدو الأمور غير واضحة هل سيكون نائب الرئيس هو العمري فاروق ولا خالد مرتجي ولا خالد الدرندلي تبدو الأسماء كلها لها حظوظ مع تفاوت في الفرص هل النائب الحالي سيستمر لدورة مقبلة كنائب بتكلم هنا على العمري فاروق مع حفظ الألقاب لهم جميعاً ولا خالد مرتجي اللي وعد أن يحصل على هذا المنصب في دورة سابقة فمحتمل أنه هو اللي ياخدها ولا خالد الدرندلي أمين الصندوق الحالي المحتمل أو اللي بيرغب في أن يتولى هذا المنصب هل سيصبح نائباً ولا سيبقى أمين للصندوق ولا سيصبح من الراحلين عن المجلس الحالي في المجلس المقبل دي كلها معلومات تنتظر إلى إجابات أكثر توضيحاً وإحنا مش بعيدين لأنه الباب يغلق بعد أربعة أيام الاسم اللي 100% خارج هو الكابتن جوهر نبيل اللي سيتحول ربما إلى مجلس إدارة اتحايد كرة اليد بدعم من النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر